السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنواصل اليوم في بداية نهاية الشابتر الأول الشابتر الأول اللي هو عنوانه Introduction to Mechanics طيب خلال الشابتر هذا حنواصل في شرح بعض المسائل عشان نفهم أكثر الشابتر هذا حنواصل في المسألة رقم 4 طبعا المسألة هذه اللي هي تطلب منك أن نعمر الجدول هذا من خلال الرسمة هذه اللي فيها 4 قوة كل قوة هنجيب لها المغنيتود متاحها والX component والY component هنبدأ بالاف الفريكشن يعني القوة متاحة الاحتكاك هذه زي ما عندكم في الصورة الاف هذه طبعا المتجهات هذه الX وهذه الY طبعا باللاحظ أن الفريكشن موجودة على المحور X عكس المحور X لكن هنا المعطى بيقول أن المغنيتود متاحها 120 لأن المعطى متاحنا هو المغنيتود 120 فأن الكمبونت متاح هتكون الوحيدة على المحور X لكن هتكون بالسالب لأنها عكس المحور X يعني هتكون ناقس 120 نيوتن بالنسبة للY لو ننزلها على المحور Y بتكون يعني سفر هذا الفريكشن بالنسبة للف بول يعني قوة السحب هذه هنا حسب المعطى بيعطينا بس المغنيتود اللي هو 190 90 نيوتن هي المغنيتود لكن الزاوية اللي انحناها التيتها هذه زاوية مجهولة بمأنها زاوية مجهولة لكن نقدر ننزلها على المحور X بتكون F بول X ولو ننزلها على المحور Y بتكون F بول Y يعني لو ناخذ الF بول هي المفروض أن الF بول هذه تكون جموع يعني بتاعة الF X مع الF Y يعني الF بول تساوي الF X مع الF ما ننسى أنه قيمة الF X حسب الرسمة هذه كم تساوي بتكون مجاورة للزاوية يعني تكون المغنيتود يعني تكون الF بول اللي هي 90 بكوسين تيتا لكن تيتا مجهولة نفس الشيء الF Y بتكون مقابلة يعني هذه الزاوية هي تيتا بتكون 90 بكوسين تيتا هذه هي الF X والF Y لكن على حسب المعطيات الF X هنا مجهولة والF Y هنا معلومة يعني لو نكتب هذه تساوي 45 لأنها من خلال الجدول تساوي 45 يعني على طول من خلال المعادلة هذه نقدر نجيب الساين تيتا الساين تيتا يساوي 45 على 90 يعني يساوي كم يساوي نص لو نساوي الزاوية تيتا بتكون كم؟ بتكون ساين يعني تيتا تساوي نص لأنه يساوي ساين مينس وان بتاعته النص يساوي يعني الزاوية 30 يعني الزاوية تيتا تساوي 30 درجة أصبحت الحين تيتا معلومة بما أنها تيتا أصبحت معلومة نقدر على طول نجيب الأف إكس ونعوض الزاوية تيتا هنا تصبح 90 كصين 30 شفتو يعني هنا سؤال كيكلا the direction of the force بول يعني إيش المقصود هنا أجيب الزاوية متعة الفورس هذه اللي هي الزاوية جبناها يعني الجواب على السؤال هذا هو هذا 30 أوكي لو نعوضها نحصل القيمة بتاعة الف إكس تساوي 77.94 يعني هي هذه الف إكس بنعوضها هنا بنكتب 77.94 بالنسبة للأف بتاعة الجرافيتي الف الجرافيتي هنا بيقول لك أنها 130 المغنيتود هذه يعني ستكون 130 نيوتن طبعا هي موجودة على المحور Y حكس المحور Y يعني على الإكس ستكون 0 بالنسبة للY ستكون 130 لماذا ناقص لأنها عكس المحور Y F بالنسبة 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 النورمال N النورمال N المغنيتود هنا مجهول لكن هنا بيقول لك على المحور Y المغنيتود تساوي 100 يعني على طول نفس القيمة يعني هنا هتكون 100 على المحور X لو ننزلها لأن هي موجودة على المحور Y لو ننزل على المحور X بنحصل 0 نفس الشي لو نسوي المجموعة هذا كله اللي هو رزيطت R يساوي يعني 42.06 نفس الشيء المحاصل هذا كله واللي هو مثل RY طبعا نجمحهم كلهم يعني بالبشارة متاحهم إذا كانت موجبة أو سلبة نحصل 15 طبعا المجموعة متاحهم كلهم حيكون بالموجب يعني ما يحتاج أن نحسبه هذا أوكي الآن أصبح عنا الRX والRY هنا يقول لك كالكليات المغنيتود والديركشن طبعا المغنيتود اللي هي الR تساوي RX² plus RY² تحت الجدعة التربية يعني هيكون 42.06 كلها تربية مع 15 تربية كلها تحت الجدعة التربية النتيجة بتكون 44 يعني فاصلة 6 نيوتن عفوا هنا النتيجة يعني حتكون 15 أوكي يعني لو نعوذها هنا بتكون 15 يعني بالنسبة للزاوية تيتا حتكون القيمة بتاحها اللي هي اللي هي تيركشن طبعا التيتا حتكون التانث منس وان بتاع الR Y الRX يعني حتكون كم حتكون يعني الR Y اللي هي 15 يعني حنسوي التانث النس وان بتاع 15 على هنا عفوا بالسالبة يعني هنا عنا ناقص 120 يعني حتكون بالسالب هنا ما يتغير شي إنها هنا عندك تربيعة هنا حتكون بالسالب يعني للسالب 42.06 أوكي النتيجة النهيية طبعا حتكون بالسالب ناقص 19.6 درجا هذه الزاوية تيتا اللي هي الDirection طيب هذا هو يعني الحل امتع المسألة رقم 4 نمر للمسألة رقم 5 المسألة هذه يعني حيعطينا الرسمة هذه اللي هي عندكم من بتاعة يعني الشاحنة هذه علشان نرفع بها الجسم هذا اللي هو الBody في قوة السحف في قوة السحف في الس أوكي الهدف الرئيسي منه أننا بنجيب مختل يعني محصل امتع تلك يعني الرسمة هذه بكلها هنعوذها بالرسمة هذه يعني هنا حتكون الوزن المتاح اللي هي W اللي هي عندكم هنا نفسها هنا بيعطيك الماس المتاح اللي هي 300 كيلو لكن ما ننسى أن W تساوي الماس في G طبعا G اللي هي 9.8 ونعوذها بالماس هذه هذا الثاني عندها عندها زاوية 30 30 نفسها 30 T.A.B. عندها زاوية هنا 50 هي نفسها يعني هذه الرسمة نسميها free body diagram يعني حنشتغل على الرسمة هذه ما يهمني الرسمة هذه الأولى اللي اللي تمنا هي الرسمة الثانية طيب أول شي هنجيب قيمة W زي ما قلنا W تساوي الماس في G الماس اللي هي 300 نضربها في G اللي هي 9.8 واحد أو 9.8 تساوي يعني 2940 نيوتن طبعا دايما G بتكون معطا مثلا في 80 هذا حناخذ ها تساوي 9.8 لو في اكسام ولا في أي تمارين ثاني يمكن تكون المعطا متاحة عشرة أو 9.8 واحد يعني المغنيتود متاحة حيكون كم 2940 يعني هنا حتكون المغنيتود 2940 بتاعت W لو نزلها على المحور X يعني هي طبعها يعني هنا شفتوا يختلف هذا هو المحور Y وهذا المحور X لو نزلها على المحور X باللحظة أنها نفس الاتجام بتاعت X بتكون 2940 لو كان X الفوق بتكون يعني بالسالب لكن هنا الاتجام بتاعت X على حسب والY طبعا هي عمودي عليها حتكون Y 0 بالنسبة TAB بالنسبة للTAB المعطة الماغنيتود بيقول 70 يعني هذا حيكون 70 نيوتن يعني لو نزلها على المحور X بتكون هذه هذه TAB X يعني هذه هي الزاوية 50 يعني الزاوية نفس هذه 50 يعني حتكون بالساين يعني حتكون ساين 50 نضرب ها في 70 وعكس المحور X بتكون بالماينس يعني حتكون ناقص 53 فاصل 62 بالنسبة على المحور Y لو نزلها على المحور Y بتكون هذه يعني بتكون مجاورة يعني حتكون 50 عفوا قصين 50 في السابعين تساوي كم النتيجة حتكون ناقص 44 فاصل 9 يعني حتكون بالناقص 44 9 ليش بالناقص هنا ماينس ليش لأنه عكس المحور Y نمر للTAC نفس الشي لو نزلها على المحور X بتكون بالسالب بتكون يعني بالساين هذه لأنها مقابل 30 يعني حتكون قيمتها كم لكن هنا هنا TAC المغنيتود ماه معلوم لكن Y معلوم يعني لو نكتب T بالنسبة للTAC هنهض بعض المعطا شو عندها TAC أول معطا أنها TY اللي هي معطا اللي هي هذه تساوي كم في الأصل TY لو ننزل على المحور Y زي ما قلنا حتكون يعفون هذه المحور Y يعني حتكون هذه يعني حتكون TAC في كم في كسين 30 يعني حتكون TAC اللي هي المغنيتود في كسين 30 اللي هي معطا اللي هي تساوي TY اللي هي موجودة هنا في الجدول ل 866 أوكي يعني على طول نقدر نجيب TAC اللي هي المغنيتود تساوي كم تساوي 866 على كسين 30 نقسم هذي على هذي نجيب TAC تساعمية وتسعة وتسعة وتسين فاصل تسعة سبعة نيوتن يعني هذه المغنيتود TAC بنكتب هنا تساوي تسعمية تسعة وتسعة وتسين فاصل سبعة وتسين الحين المغنيتود أصبحت معلومة شو باقي باقي TX يعني TAC يعني TX تساوي كم هذا هو المحور X طبعا لو نزلها بتكون ماينس TAC ساين 30 طبعا الحين أصبحت معلومة TAC بنعوضها هي ناقص تسعة 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 فاصل تسعة سبعة في الصين ثلاثين النتيجة بتكون ناقص أربعمية تسعة وتسين فاصل ثمين وتسين نيوتن يعني هذه هي TX يعني عوضها هنا تصبح ناقص أربعة تسعة تسعة فاصل تسعة ثمانية خلاص خلصنا لجدول الحين هنجيب الRX طبعا هذي ما نحتاجها الRX اللي هي المجموعة متحادم كلها ما ننسى بالسالة بالموجب الشارع متاح بنحصل النتيجة على بالموجب الفين ثلاثمية ستة وثمانين فاصل أربعة نفس الشي المحصل متحادم اللي هو الRY نجمعهم كلهم تحصل على ثمانية و واحدة وعشرين فاصل سفر واحد الحين هنجيب الماغنيتشوت أوكي الماغنيتشوت اللي هو الR تكون الRX سكوير بلاس الRY سكوير تحت الجزعة التربية يعني بنعوض هذي الRX والRY النتيجة بتكون يعني 2386.4 تربية مع 821.01 كله تربية هذا كله تحت تربية 1 بتكون النتيجة تساوي 2523 أصل 6 نيوتن هذه الResultant R بالنسبة للDirection يعني ونفسه سؤاله اللي هي التيتا التيتا تساوي التاث minus 1 منتعة الRY على الRX طبعا الRY نعوضها اللي هي 821 الRX اللي هي 2386.4 بتكون النتيجة النهائية 18.98 درجة هذه هي يعني Direction طيب هنا نكون يعني جوابنا على كل الأسئلة المطروحة بالمسألة هذه طيب نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله